بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد الحديث عن تعريف المفسر وشروط المفسر ننتقل إلى ذكر آداب المفسر لا بد لمن يفسر القرآن الكريم أن يكون متأدبا بآداب مهمة ومن ضمنها ومن أهمها ما ذكره المؤلف وكذلك بقية المؤلفين في علوم القرآن الذين ذكروا هذا الموضوع حيث خصصوا الحديث عن المفسر بذكر الآداب والشروط كالسيوطي في الإتقان وغيرهم من ألف في علوم القرآن ذكر المؤلف آدابا ينبغي للمفسر أن يتأدب بها طبعا الفرق بين الآداب والشروط أن الشروط لا بد منها وأما الآداب فهي آداب مطلوبة لا بد من مراعاتها ويتعلق بها قبول عمله وثبوت الأجر عليه إذا تأدب بها وأما التفسير من حيث الشروط شروط المفسر فإن هذه الشروط هي التي لا يصح أن يفسر القرآن إلا إذا وجدت أما الآداب فهي مكملة ويترتب عليها الأجر والثواب والتوفيق أولا من آداب المفسر وهي من الآداب الواجبة من حيث قبول هذا العمل وترتب الأجر عليه حسن النية وصحة المقصد حسن النية وصحة المقصد فإنما الأعمال بالنيات والعلوم الشرعية أولى بأن يكون هدف صاحبها منها الخير العام وإصداء المعروف لصالح الإسلام وأن يتطهر من أعراض الدنيا ليسجد الله خطاه وينفع بعلمه ولا شك أن الانتفاع بالعلم ثمرة الإخلاص فيه ولذلك أوصي نفسي وكل من يسمعني بأن نشتهد في حسن النية وتصحيح النية لأجل أن نوفق في عملنا ويكتب لنا فيه الأجر والثواب فإنما للإنسان ما نوى من الخير ولا شك أن النية والإخلاص أمر عظيم وهو لب التوحيد وخلاصة الأعمال الصالحة التي لا يتقبل الله عز وجل أي عمل منها إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم أيضا من آداب المفسر حسن الخلق فالمفسر في موقف المؤدب ولا تبلغ الآداب مبلغها في النفس إلا إذا كان المؤدب مثالا يحتذى في الخلق والفضيلة والكلمة النابية قد تصرف الطالب عن الاستفادة مما يسمع أو يقرأ وتقطع عليه مجرى تفكيره فلابد أن يكون المفسر متخلقا بأخلاق القرآن وأن يكون كما قالت عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن لأن أصلا المقصود من التفسير وفهم القرآن لأجل الانتفاع بالقرآن والعمل به ومن أعظم صور العمل به أن نكون متخلقين بأخلاقه متأدبين بأدابه ومن آداب المفسر الامتثال والعمل فإن العلم يجد قبولا من العاملين أضعاف ما يجد من سموي معارفه ودقة مباحثه فالعمل له أثر لا شك والذين يفسرون القرآن عندما يمتثلون ويكون عندهم حرص على العمل بما في القرآن فإن هذا أدعى للتوفيق للصواب من جهة ولقبول ما يعلمونه الناس من جهات أخرى وكذلك من أداب المفسر تحري الصدق والضبط في النقل وهذا أمر مهم جدا منهجي لابد أن يكون متحريا للصدق وحريصا على الضبط في النقل فلا يتكلم أو يكتب إلا عن تثبت لما يرويه حتى يكون في مأمن من التصحيف واللحن وكثيرا ما يقع الخطأ في كتب التفسير بسبب عدم الضبط والتحري فينقل كلاما إما بواسطة أو من غير تثبت فيقع في الخطأ ومن أداب المفسر التواضع ولي الجانب فالصلف العلمي حاجز يحول بين العالم وبين الانتفاع بعلمه ومنه ومن الأداب كذلك عزة النفس فمن حق العالم أن يترفع عن سفاسف الأمور ولا يغشى أعتاب الجاه والسلطان كالسائل المتكفف بل ينبغي له أن يكرم علمه وأن يترفع بنفسه عن الدنايا التي لا تريق بأهل العلم فإن العلم له شأن كبير ولا ينبغي لأهل العلم أن يذلوه بأن يكونوا كحال الناس الذين يركضون وراء الدنيا ويلهثون وراء حطامها بل لا بد أن يكون عنده عزة نفس وعفة وغنى واستغناء عن الناس وكذلك من أداب المفسر أن يجهر بالحق فأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وخاصة بيان القرآن وبيان ما دل عليه من الأحكام والأشياء خاصة الأشياء التي هناك مخالفة لها خاصة من قبل أصحاب السلطان فإنه لا بد أن يجهر بالحق وأن يبين مراد الله تعالى من غير تأثر ولا خوف من أحد كذلك حسن السمت الذي يكسب المفسر هيبة ووقارا في مظهره العام وجلوسه ووقوفه ومشيه دون تكلف ومن الأداب التي ينبغي التأدب بها الأنات والروية فلا يسرد الكلام سردا بل يفصله ويبين عن مخارج حروفه فيتكلم بيان وإضاح حتى لا يكون كلامه غير مفهوم وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتروى فيما ينقل من الأقوال ولا يستعجل بل يتثبت ولا يقول إلا ما تأكد منه أيضا تقديم من هو أولى منه فلا يتصدى للتفسير بحضرة من هو أولى منه وهم أحياء لا يغمطهم حقهم بعد الممات بل يرشدوا إلى الأخذ عنهم وقراءة كتبهم نعم طبعا هذا لا يعني أن لا يفسر القرآن وهم أحياء لا لكن إذا كانوا موجودين وهو معهم فلا يتقدم عليهم لكن إذا كانوا في مكان وهو في مكان آخر فلا مانع أن يفسر القرآن الكريم بقدر طاقته لأجل تبليغ الناس ما في القرآن من الهداية والخير أيضا حسن الإعداد وطريقة الأداء فلا بد أن يكون المفسر الذي يشتغل بالتفسير ويفسر القرآن يعني لا بد أن يعد إعدادا طيبا كافيا مناسبا للسامعين والحاضرين عنده أيضا لما يشرح الآيات يبينها بطريقة واضحة فيبدأ مثلا بالأهم يذكر سبب النزول ثم معاني المفردات ثم يشرح التراكيب ويبين وجوه البلاغة ثم يبين المعنى العام للآيات ويربط ذلك بالحياة وحاجة الناس ويوجه الناس بما يؤخذ من الآيات من الفوائد والأحكام ويذكر المناسبة بين الآيات ويربط بينها المهم أن يشتهد في أن يتقن عمله لأنه دائما نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان متقنا على أكمل وجه وهذه قضية مهمة تتعلق بمن يدرس التفسير ويعلم التفسير لا بد أن نتقن أعمالنا وأن نقوم بها على أكمل وجه لأن هذا مقتضى القرآن ومقتضى الشرع إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن يعني أتقن أضبط فهذه مسألة مهمة جدا يحتاج إليها من يفسر كلام الله تعالى هذه بعض الأداب أيها الإخوة الكرام التي ينبغي للمفسر أن يتأدب بها يمكن أن يقال أيضا أو يضاف إلى الأداب أن يعني يكون حريصا أشد الحرص على تطوير نفسه وذلك بالاستزادة من التعلم والقراءة في كتب أهل العلم وتلقي العلم عن العلماء والسماع منهم لأن المفسر وكذلك كل طالب علم ينبغي أن يستشعر بأنه بحاجة إلى العلم فلا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه ولا يزال العالم في حاجة إلى العلم وكلما ازددنا علما ازددنا قناعة بحاجتنا إلى التعلم والاستزادة منه فمن آداب المفسر أن لا يقف عند حد معين بل لابد أن يقرأ في كتب التفسير وأن يراجع أمات كتب التفسير الموثوقة والمعتبرة وأن يسأل أهل الذكر وأن يذاكر أهل الفضل حتى يقوي نفسه ويزداد علما شيئا فشيئا هذه من الأداب التي يحتاجها من يفسر كلام الله وأيضا من الأداب المهمة والأشياء المهمة التي يحتاج إليها أن يكتب وأن يحرر وأن يبحث لأن البحث والتحرير والكتابة من الوسائل التي تضبط بها العلوم وتتقن هذه بعض الأداب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على التأدب بها والقيام بها على أكمل وجه فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المفسر وشروطه وأدابه وبقي الحديث عن أهم القواعد التي يحتاج إليها المفسر وهي ما تسمى بقواعد التفسير نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر